اشتركوا في القناة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس طلع على جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية حيث وجه سيادته بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعات والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية موجها بسرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الزرا وفول الصوية وعباد الشمس بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لسيما التي تدخل في صناعة الأعلاف بما يحد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد السيد القصير وزير الزراعة وسط صلاح الأراضي حيث تم عرض تطورات تنفيذ عدد من مشروعات الأمن الغبائي خاصة ما يتعلق بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها حيث اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير السلالات المصرية للثروة الحيوانية لتعزيز إنتاجها من اللحوم والألبان لسيما من خلال مراكز التلقاح الصناعي وخطوط التحسين الوراثية بالإضافة إلى إنشاء مراكز تجمع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية وتدعمها بوسائل اختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة وفي ذلك الإطار وجه السيد الرئيس بتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة لما لذلك من مردود إيجابي لصالح المربين والمزارعين فضلا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان بما يدعم الجهود المكثفة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر اشتركوا في القناة